نتابع مع فقرتنا الأسبوعية لا الخاصة بالسمنة ويهالة بالحياة ولقسم التمريد دور أساسي وجوهري في إنجاح عمليات السمنة وذلك من خلال العناية والاهتمام بالحالة الجسدية والنفسية لمريض السمنة فإجراء العملية هو جزء من الحل والجزء الأكبر يبدأ بعد العملية تحديدا دور قسم التمريد في علاج مريض السمنة منتابع في التقرير التالي للزميل محمد الحبيب نفسي أنت مارس حياتي زي صديقاتي زي أخواتي زي الناس اللي قدامها أطلع بالشارع ألقي يعني تحزيء خلق الله تعبوا تسمينا النظرات الناشرية لازم أشاء أدور حل جذري يعني للمسألة هذه ترجمة نانسي قنقر في قسم التمريض كل شخص لديه مهمة يعتني فيها بالمريض فمنذ دخول مريض السمنة يبدأ التأكد من مطالب الدكتور في إجراء الفحوصات اللازمة وتجهيز المريض نفسيا ومعنويا للاستعداد لدخول العملية الفحوصات عادةً يكون أكيد أبل بيان ميرر على عيادة التخدير يكون شايفوا حكيم التخدير ويكون طالب له فحوصات معينة تقريباً لكل مرضى العمليات بيكون عندهم الفحوصات اللي هي CBC Coagulation Profile اللي هي مدة سيولة الدم لا يشوفوا إذا في عنده سيولة الدم زيدة ولا لا وإذا عنده فقر دم ولا لا وسيولة إذا كان كله نورمال خلص بيفوتوا على العمليات إذا في ناس بيكون في عنده مشاكل قلب أو هيك بيكون في عنده فحوصات زيدة هيدا بتنطبع على مرضى القلب والمرضى السكري هيدا بيصير تكييمة مع حكيم التخدير أثناء العملية يكون دور الممرض مختلف تماماً حيث يكون هو المساعد الأيمن للدكتور لإنجاز العملية وفي تلبية ما يريده الدكتور من أجهزة وعدة طبية وبين تسجيل ومتابعة للحالة أثناء ذلك وعند الخروج من العملية يكون لمريض السمنى نظام حركي معين يقوم الممرض بمساعدته ومتابعته مريض السمنى في عنده جهاز بديفتي بامب ماشين هي بنحط على جراب يبقى كل خلال بعد العملية أكيد طلب من الدكتور وهذا ضروري وأساسي يعني أوقات فيه تات ستاكينات كمان بيساعدو انتيوبوليزم ستاكينج هذا كتير مهم كمان طلب من الدكتور الحركي حتكون أكيد ملا واحده أبداً يعني نحنا مع المريض أول بأول بالنسبة لها الموضوع لأن المريض السني المتابعة والتسجيل للمريض التي يقوم بها قسم التمريض هي أساسية في معرفة حالة المريض للدكتور في كل الأوقات ولا تقتصر أهميتها على المريض بل على المساعدة أيضاً للدكتور أثناء عملياته محمد الحبيب لبرنامج ياهلة الرياض ياهلة بالحياة ولمناقشة دور وأهمية قسم التمريض بالنسبة لمريض السمنة نستضيف من استوديوهاتنا من الرياض استشارة جراحة المناظير والسمنة الدكتور عيد القحطاني مرحب فيك دكتور برنامج ياهلة أهلاً بك أخترولا وأهلاً بالمشاهدين الكرام أهلاً فيك دكتور دكتور في البداية خلينا نعطي فكرة أكثر عن ما هو وما لي يتعامل قسم التمريض الذي يعتني تحديداً بمريض السمنة هذه مهمة جداً أخترولا ويمكن هالفقرة تبين أهمية الفريق الواحد إنه قد يكون جراح ممتاز وقد يكون جراح متوسط لكن الفريق الواحد ممكن يؤدينا نتيجة ممتازة التمريض مهم جداً طبعاً في العيادة هناك أهمية جداً للممرضة والممرض لأنه بيقيم المريض وقد يكتشف أشياء معينة تكون ما هي واضحة للطبيب وأيضاً في تحضير المريض ويعطاه التعليمات اللازمة قبل العملية داخل غرف العمليات هناك اهتمام كبير جداً وأهمية للممرض في العمليات والممرضة في العمليات لا من حيث تأكيد الأشياء اللي يحتاجها المريض مثلاً عندما يدخل العمليات لازم فيه شيء اسمه تشكلست أو قائمة تأكدون منها لما تدخل الممرضة والمريضة للطاولة العمليات هناك نظام معين كثير جداً وخطوات ووضع المريض على العملية انتباه لكل جزئية منه خاصة الناس البدينين أيديهم إذا ما هي موطنة بشكل جيد قد تتضرر أعصابهم قد تتضرر لما يكون وضعهم على السرير بشكل معين قد تتضرر ما لم يكن تبهلها وحياناً طبعاً هذه مسؤولية الطبيب ولا شك والمخدر ولكن الممرضة النبيها والواعية تعرف هذه الأشياء وتنتبه لها فيكون أكثر من واحد منتبهي لنفس النقطة الممرضة الجراح التخدير كل واحد منتبه قد تفوت على شخص صاهر وما تفوت على الآخر وبالتالي تجد الفريق كأعمال معارضات عندما يدخل مريض الجناح قبل العملية هناك خطوات معينة في ترتيبها وتجهيزها للمريض للأسف أن الممرضة اللي ما هي جاهزة والممرضة اللي ما هم جاهزين وما هم عارفين بالمرضة مرضة السمنة قد تفوت عليهم شيئاً كثيرة ويعتبرونها شيء عادي وهي ما هي عادية الحاجات البسيطة جداً أو يسمونها الشيطان في التفاصيل أو الشياطين في التفاصيل إذا ما انتبهوا لأدق التفاصيل يعني قد تفوت عليهم وتجد المريض مثلاً يروح العمليات ما أخذ جرعة مثلاً مضادة لمخثر الدم قد ما أخذ مضادة الحيوية قد ما أخذ العلاج معينة كتبه الطبيب قد يكون عند المريض بعض العلامات يعني زيادة نبض غير طبيعية صحيح تغير في نبضات معينة غير طبيعية شكوى غير طبيعية مثلاً فما تنقل إلى الطبيب يعني تجد الممرضة ما تنتبه لها فإذا جانب مهم جداً أنه لما تكون في ممرضة منتبه لكل الخطوات طبعاً وبعد العملية أيضاً أهم بشكل كبير نحن نعتبر الممرضة أخترولا هي عين الطبيب عند المريض يعني زي الكاميرا بالضبط إذا طلعت لك صورة غير مواضحة وإنت الطبيب ما رح تأخذ تشخيص جيد ولا ردة فعل جيدة ولكن المريض الممرضة تعطيك معلومات جيدة تعرف بالضبط إيش الخطأ وإيش الصواب سواء من حيث النابض من حيث علامة الحيوية من حيث شكوى المريض إيش المهم وإيش المهم مهم إيش اللي تنقله المريض وإيش اللي ما تنقله لو ما كان عندها وعي وجهل للأسف وهذا للأسف نشوفه ببعض الممرضين الممرضات حتكون هناك تأثير على المريض واتخاذ القرار بالنسبة للطبيب بينما المرضة الواعية تجد إنها تعتبر أنا بالنسبة لي ويمكن الممرضين اللي طلعوا في وأنا أشكرهم جداً لطلعوا في التقرير يعتبرون والله يعني فعلاً ترتاح لما يكونوا مع المريض وهذه مهمة جداً لما تجد الممرضة الجيدة حتى المرضى يعطوك انطباع والله إحنا مبسوطين من هالممرضين لأنهم معين يسمعون كلامنا أول ما تضغط الجرس موجودين المشكلة على تنتقله للمريض ينتبهون إيش اللي ممكن يكون خطر وينقلوا للطبيب وإيش اللي عادي ما في مشكلة ويتعاملون مع نفسهم هذه خطوات مهمة جداً وجزء من فريق العمل لا يمكن تطلع نتيجة جيدة إلا بوجود تمريض بهذا الشكل يعني الدكتور يعني باختصار دور التمريض الممرضة أو الممرض هي تهيئة المريض قبل العملية ومتابعة حالته وإذا أن تكون عين الطبيب بعد هذه العملية وبالنسبة لأدق التفاصيل اللي هي لازل تتبه إليها لأنه ممكن أنها تتحول لمضاعفات لقدر الله دكتور ذكرنا بشكل عام دور الممرض بكل الحالات وبكل أقسام المستشفيات ولكن في عيادة السمنة ماذا يقوم الممرض؟ ما هو دوره تحديدا؟ طبعا هناك خطوات معينة لما يجي مريض السمنة أولا قياس الوزن والضغط وخط القياسات أحيانا إذا الممرض والمرضة ما هم متعودين على أخذ القياسات حتى قياس الخسر قياس البطن قياس أشياء أخرى ما رح يعطوك قياسات جيدة وبالتالي أحيانا يعطوك معلومة جيدة ثنين أنه يأخذون بعض المعلومات والنصائح للمريضة حيانا يعني تجد الممرضة الجيدة وخاصة إذا عندها لغة عربية تقدر تتعامل مع المريض وتشرح له قبل العملية وبعد العملية وعنده أسئلة كثيرة قبل ما يصل إلى الطبيب يكون واعي بالضبط وأتمنى طبعا الشيخ كل المثالي أن يكون عندها كتيبات وأشياء تكون بدوره المثقف للمريض قبل إجراء العملية أو قبل الوصول إلى الطبيب نعم دكتوري يعني مثلا الممرض اللي بيعمل في عيادة السمنة لازم يكون عنده هناك تدريب خاص لدخول هذه العيادة أو الممرض بشكل عام ممكن أي ممرض ممكن يلتحق بهذه العيادة ويعمل بها وعالميا عالميا ينصح أنه يكون يأخذون دورات تدريبية في التعامل مع مرض السمنة حتى النظرة إلى مرض البدين الكلام معاه له نظام معين الكرسي اللي بجلس عليه له آلية معينة فإذا ما تعودوا وعطوا تعليمات كيف التعامل معهم قد يكون معهم معين وللأسف قد يضرون نفسيا أو بدنيا بالمريض وما يتعاملون معهم بشكل جيد خاصة البدين فنعم هناك عالميا ننصح به وننصح بكورسات وحتى شهادات معين تمنح لهم في الوقت الراهن يمكن في معظم البلاد العربية ويمكن ما هناك للأسف اللي هو الناس المدربين لكن إحنا ننصح أنه دائما الممرضات والممرضين اللي يعملون في عيادات سمنة يأخذون دورات تدريبية على كيف يتعامل مع المرض السمنة نعم نسألك على الصعيد حضرتك كطبيب مختص في هذا المجال كيف يتم التنسيق فيما بينك وبين قسم التمريض في متابعة حالة مريض السمنة قبل وبعد العملية طيب شيئين كما ذكرت لك في العمليات هناك تنسيق معين مع أنه لك شروطك أنت كطبيب والممرضة دائما وأنا دائما حريصة على الممرضين والمرضات اللي معاي يجب الطلاع على خاصة للأسف في بعض المستشفيات تجد ممرضة وممرض يشتغلون معاك اليوم بكرة مش معاك ويجايك واحد ثاني جديد لا يمكن يعمل هذا شيء يجب أن يكون الممرض مدرب ويعي تماما ماذا يعني مريض السمنة هو يختلف عن كل المرضى تعامل معه في العمليات بعد العمليات في الجناح في كل شيء فإذن التعامل معه بشكل التعامل مع التمريض يكون عن طريق إدارة التمريض والممرض نفسه والممرضة أن يكون يخصصون الممرضين اللي يتعاملون معنا ولي يشتغلون مع المريض يجب أن يكونوا هم دائما باستمرار معنا لأنه صعب أنك تعلم واحد معين وفترة تجده بعد سبوع أو سبعين أو ثلاثة ما يشتغل معاك هذا لا يمكن يستفيد لا المريض يستفيد ولا الممرض يستفيد أيضا في الجناح لما يكون بعض العمليات للأسف تجد خاصة في وقت المناوبات تخطر لها تجد أن الممرضين ما هو معين مريض السمنة مثلا زاد نبض المريض وهذه من العلمات المهمة جدا جدا تجد أن يصل 140 أو 150 والممرض تكون عادي ما هو مشكلة عنده ألم تفسر من عندها تفسيرات أو يفسر من عنده تفسيرات غير واعية مع العلم أننا نعرف تماما الممرض الواعي هذه من أخطر الأشياء اللي لم تشوفها في مريض السمنة على طول مباشرة تنتقل إلى المريض ضغط نزول ضغط أو ارتفاع ضغط معين هذه مهمة جدا تنتقل إلى المريض ففي أشياء معينة حينا للجلوس تجدون أن المريض بعد العملية يجب أن تتحرك فتجد الممرضة تجي وتقول له خليك ارتاح ما هو مشكلة أنت تعبان ارتاح وليست حريصة أنه بعد ساعتين ثلاثة إلى أربع ساعات لازم يتحرك من السرير طبعا فهذا التنسيق واجب من خلال أنه يجب أن الممرض يكون على وعي بهذه الأشياء ويستمر الممرض بهذه التعاملات مع المريض وما يتغير كل شوية ينتقل الممرض إلى جانب آخر تخصصات أخرى ويستمر مع مرضى السمنة طبعا دكتور في النهاية إلى أي مدى يعتبر قسم التمريض مهما في إنجاح عملياتك اختصاصي في جراحة السمنة واستشاري في جراحة السمنة والمناظير خلينا أقول لك يعني أنت الطبيب ممكن يقوم خلينا نقول 100% من المهنة معناته إيش أنه يكون مع المريض وما يدخل وينام معاه في المستشفى ويروح لغرفة العمليات ويدخل معاه لغرفة العمليات ويرجع ويستمر معاه ما يروح بيته ولما يطلع المريض المستشفى وهذا مستحيل إذن هي عامل مهم جدا الممرض هو عامل هو اللي يقوم بالدور الأول قبل العمليات واللي يقوم بالدور بعد العمليات وهو اللي يقوم بالدور رئيسي أثناء العمليات لا يمكن تجرى أي عملية لا قبل العملية ولا أثناء العملية ولا بعد العملية بدون موجود ممرض متمكن والممرض المتمكن والممرض المتتمكن هي التي تعطي نتيجة ممتازة مع الطبيب قد يكون أفضل جراح وتجد عنده مشاكل أثناء العملية وقت العملية يطول تجد مثلا ممرضة معاه في العمليات لا تعني أي شيء لا تعي أي شيء في العمليات سواء الأدوات الجراحية والأمور الأخرى ولا تتوقع هنا شيء نسمو توقع توقعني إيش اللي حيصير الخطوات القادمة أثناء العملية هذه تضاعف وقت العملية يمكن إلى الضعف لأنه ما هي واعية في بعض العمليات أيضا في الجناح ممرضة ما تعي بالأشياء يعني نزيف حاجات أخرى لكن المهم جدا أن تكتشف هذه في وقتها من اللي اكتشفها الممرضة إذا الممرضة العين هذه اللي سارها على المريض ما شافت الأشياء 100% ستكون اكتشافها متأخر وبالتالي تكون التعامل معها متأخر هذا جزء كبير جدا أخطر الله وهذا جزء أننا خصصنا الفقر علىها لأنه فعلا يجب أن تكون الممرضة وأتمنى الممرضين والمرضات اللي اسمعونها والمرضى لتعاملهم معهم ممرضين ومرضات غير واعين أنه ينتبهون أنه هذا جزء مهم ينقلون الصورة إلى الطبيب والطبيب أتمنى أن ينتبهوا لهذا الأمر أكيد في النهاية دكتور استشاري جراحة المناظير والسمنة دكتور عادة القحطان شكرا جزيلا لك وأكيد اليوم وضحنا لمشاهدين الدور المهم للتمريض وقسم التمريض سواء كان في معالجة ومكافحة السمنة أو في كل الأقسام أكيد في الأسبوع القادم مشاهدين أننا موعد جديد مع الدكتور القحطان لمناقشة قضية أو حالة جديدة حول السمنة ومكافحة السمنة